موسيقى التساعة مساء بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية أهلا بكم مشاهدين وأهلا بك ياسم أهلا بكم مشاهدين بدايتنا دوما بأبرز العنوين البيت الأبيض يطالب المجلس الانتقالي في النيجر بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وأسرته روسيا تؤكد أن الدول الغربية غير مهتمة بتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والرئيس مصري يؤكد أن الدولة تحاول التقليل من أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين تفاصيل النشر تبدأ بتطورات الأوضاع في النيجر ترجمة نانسي قنقر أكد البيت الأبيض أن رئيس النيجر محمد بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا ودع البيت الأبيض المجلس الانتقالي في النيجر لإطلاق سراح بازوم وأسرته وللمزيد حول الموقف الأمريكي مما يحدث في النيجر ينضم إلينا رامي جبر مراسل أقاهرة الإخبارية من واشنطن أهلا بك رامي إذن هناك تطورات جديدة فيما يتعلق بموقف البيت الأبيض فقد كان يبدو في البداية بأنه محيد إلى حد ما ولكنه اليوم أصدر تصريحات تبدو واضحة للغاية يعني ماذا لديك في هذا الشأن؟ مرحبا أميمة المطالبة بالإفراج عن الرئيس النيجر محمد بازوم ليست جديدة من المسؤولين الأمريكيين وهذه المطالبة ربما منذ بداية الأزمة خاصة بعد التقارير الواردة من النيجر من حزب الرئيس بازوم والتي قالت إنه وأسرته لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية أو لا يحظون برعاية صحية في المكان الذي يحتجزون فيه ولذلك طالبت الولايات المتحدة وما زالت تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم مع التأكيد أنه هو رئيس النيجر الفعلي وهو المنتخب ديمقراطيا الموقف الأمريكي من النيجر هي لا تريد تدخلا عسكريا ولا يزال الهاجس الأمريكي الأكبر أن يحدث تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري الولايات المتحدة تتحدث عن استعادة النظام الدستوري ولكن ليس لديها خطة لاستعادة هذا النظام سوى التفاوض مع جميع الأطراف الولايات المتحدة تفتح خطا مستمرا مع الرئيس بازوم وتستطيع التواصل معه تفتح خطا آخر مع دول إكوس ودول جوار النيجر كما تفتح خطا ثالثا مهما جدا وربما هي الوحيدة التي تقوم بذلك من الدول المنخرطة في الأزمة وهو فتح خط مع المجلس الانتقالي في النيجر في محاولة لحل هذه الأزمة دبلوماسيا ولكن لا تزال المخاوف الأمريكية من رغبة فرنسا تحديدا وتأثير فرنسا على بعض دول إكوس ودول جوار النيجر والتي تريد تدخلا عسكريا ولكن هناك تثمين أيضا من الولايات المتحدة لموقف نيجيريا التي أكدت أنها لا تريد تدخلا عسكريا في النيجر وأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية بالأمس ثمن على موقف رئيس نيجيريا الذي ترأس بلاده مجموعة إكوس وقال إنه يقوم بما هو مطلوب بالفعل لتسوية أزمة النيجر بشكل سلمي بعيدا عن التدخل العسكري نعم طيب رامي هناك أنباء بأن واشنطن أرسلت أو فدت أيضا عنصر ديبلوماسي للتباحث في هذا الشأن فيما يتعلق بإطلاق سراح الرئيس بازوم ولكن بالتأكيد هناك طرح أمريكي مختلف هناك آليات مختلفة هل لديك أنباء عن هذا الشأن؟ نعم بالفعل أو فدت الولايات المتحدة منذ فترة موفدا من وزارة الخارجية الأمريكية هي نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي للتفاوض تحديدا مع المجلس العسكري الانتقالي في النيجر ربما لم تصل إلى شيء ملموس ولكن على الأقل كان هناك تفاؤل أمريكي بأنه المجلس الانتقالي يسمح على الأقل بالاستماع إلى وجهة النظر الأمريكية في هذه الأزمة بينما يرفض تماما التفاوض مع دول إيكواز ورفض استقبال الوفد الثلاثي الخاص بإيكواز أيضا الولايات المتحدة لا تزال تفتح سفارتها في النيجر ولا يزال السفير الأمريكي موجود هناك وموجود في مقر إقامته في النيجر ولم تغلق السفارة وهي مصممة على إبقاء السفارة مفتوحة لأنها ترى أن السفارة هي المسار أو القناة التي يمكن منها التواصل مع كل الأطراف على الأرض في النيجر الولايات المتحدة ورغم خشيتها من مسألة التدخل العسكري ولكن أنتوني بلينكين أعلن بالأمس أنه سيكون مع إيكواز أو الولايات المتحدة ستكون مع إيكواز أيا كان قرارها نعم أشكرك إذن شكرا جزيلا رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من واشنطن شكرا لك وفي السياق دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواز قادة المجلس الانتقالي في النيجر إلى إعادة الوضع الدستوري وأكادت الإيكواز أهمية التركيز على الأمن في النيجر كما أدانت مجموعة الإيكواز بشدة الهجمات التي أسفرت عن مقتل عدد من الجنود في النيجر قرب الحدود مع مالي يكتمع رؤساء أركان فيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواز الخميس والجمعة في غانا وذلك لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من قرار قادة دول مجموعة نشر قوة احتيتها التابعة الإيكواز دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل غموض يكتنف مصير النيجر تلك الدولة الواقعة في أفريقيا بعد مرور أكثر من عشرين يوما على الإطاحة برئيسها محمد بازوم وقيام المجلس الانتقالي بتشكيل حكومة جديدة ووسط مخاوف من اندلاع حرب داخلية قد تهدد مستقبل الإقليم بأسره رجح دبلوماسيون ومحللون في الشأن الأفريقي أن الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا سيكون عليها تقبل سياسة الأمر الواقع أو مواجهة تحديات حرب إقليمية المحللون أكدوا أن المجلس الانتقالي في النيجر أصبح واقعا لا يمكن تجاوزه قائلين إنه يحصد أرضا جديدة كل يوم الأمر الذي يبدد الآمال في إنهاء وجوده وعودة نظام الدستوري وفي ظل محاولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس لحسم قرارها بشأن خطواتها القادمة يجتمع رؤساء أركان جيوش دول إكواس على مدى يومين في غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر هذا الإجراء المحتمل المحفوف بالمخاطر أثار مخاوف دولية عدة وتصاعدت الأصوات الداعية إلى تجنب اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة وإعادة النظري في الأمر فجميع الخبراء اتفقوا على صعوبة تنفيذ هذه العملية في النيجر لعدة أسباب من بينها تضفق اللاجئين والمهاجرين للدول المجاورة وما يفرضه ذلك من أعباء وضغوط لا تبدو هينة حالة من الترقب لما ستأول إليه الأحداث في النيجر وما إذا كان التدخل العسكري سيكون الملاذ الأخير كما وصفته إكواس لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة ببازوم رغم التحذيرات من مدى خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة هذا وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل سبعة عشر جنديا على الأقل وإصابة عشرين آخرين في هجوم نفذه مسلحون قرب الحدود مع بوركينافاسو أوضحت الوزارة أن فرقة من القوات المسلحة بالنيجر كانت تتحرك بين بوني وترودي وقع ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو أشارت إلى أن حصيلة الضحايا والمصابين غير نهائية وأما الآن مشاهدين فمع تطورات الأزمة الأوكرانية صرح نائب ورئيس مجلس الأمن الروسي ديماتري ميدفيدف أن دول الغرب ليست مهتمة بالتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا أتهم ميدفيدف دول الغرب بأنها لا ترغب إلا في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من وراء مبيعات الأسلحة في أوكرانيا واصفاً الدعوات الغربية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بالماكرة هذا وقد وقعت وزارة الدفاع الروسية ومنحت عقوداً حكومية للشركات الصناعة الدفاعية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار و 15 مليون دولار كما أشرت الدفاع الروسية إلى استقبالها لـ 2500 عينة جديدة من الأسلحة والمركبات العسكرية الخاصة ونحو مليوني وسيلة تدمير نتيجة تنفيذ هذه العقود الحكومية كما أوضحت الدفاع الروسية إلى توقعها 11 عقداً ومنح تسعة عقود لأسلحة متعددة من بينها صواريخ موجهة وقضائف هاون وقضائف صاروخية متعددة الأعيرة وصواريخ كروز مضادة لسفن وتربيدات هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 26 مسيرة أوكرانية وطائرة سخاي 25 وذلك خلال 24 ساعة وأضافت الوزارة أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وأشارت وسائل أعلام إلى أن الهجوم هو الأحدث ضمن ما تصفه موسكو بالهجمات الإرهابية وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضاً نجاح قوتها في صد تسعة محاولات هجومية أوكرانية في موقع طاعتين لوهانسك وخركيف كما أوردت أن قوتها كبدت الجانب الأوكراني ما يصل إلى 85 قتيلاً ومركبتين مضرعتين وأربع شاحنات صغيرة فضلاً عن معدات أخرى واختتمت بيانها بأن الفصائل الهجومية الروسية نجحت في تحسين الأوضاع على خط المواجهة في اتجاه كوبيانسك وفيما له صلة عرض جهاز أمن الدولة الأوكرانية لقطات تدريبية للمسيرة البحرية التي تحمل اسم سي بيبي وزادت خلال الفترة الأخيرة هجمات الطائرات دون طيار على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ولم تعلن كييف بشكل رسمي مسؤوليتها عن مثل تلك الهجمات وأرى الجيش البريطاني فقد قال أن روسيا تسعى على الأرجح للتقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة الانتحارية في الأشهر المقبلة في غضون ذلك ذكرت صحيفة فينانشال تايمز أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات أوسع نطاقا بين واشطن وتهران لخفض التوتر المسيرات ذلك السلاح الذي أثبت أهمية كبيرة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا يبرز من جديد بين معلومات عن سعي موسكو لتحقيق اكتفاء ذاتي منها خلال الشهور القليلة المقبلة وحديث عن ضغوط أمريكية على إيران من أجل وقف بيعها إلى روسيا دائرة المخابرات العسكرية البريطانية أكدت أنه بات من شبه المؤكد شروع روسيا في نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع مستنسخة من مسيرات شاهد الإيرانية مشيرة إلى أن أذاء هذه الطائرات غير المأهولة كان متفاوت الفاعلية حيث تمكنت أوكرانيا من تحييد غالبيتها المخابرات العسكرية البريطانية كشفت أن موسكو تعتمد في الوقت الحالي على مكونات هذه الطائرات المسيرة وعلى أسلحة مكتملة الصنع يجري استقدامها من إيران عبر بحر قزوين التقرير الاستخباراتي البريطاني جاء في وقت كشفت فيه مصادر أمريكية أن واشنطن تمارس ضغطاً على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على تفاهم غير مكتوب أوسع نطاقاً بين واشنطن وتهران لخفض التوتر وأضافت المصادر أن التفاهمات تتضمن أيضاً وقف بيع قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة إلى موسكو وأعلن البيت الأبيض مايو الماضي أن روسيا تتطلع لشراء طائرات من دون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا بعد استخدام الجزء الأكبر من أربعمائة طائرة مسيرة كانت اشترتها سابقاً من طهران والعام الماضي نشرت السلطات الأمريكية صور أقمار صناعية هو نتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى روسيا واستهلكت روسيا معظم هذه الطائرات في استهداف البنية التحتية الأوكرانية الحيوية داخل أوكرانيا خلال عمليتها العسكرية فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات على خير الفية ارتباطها بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا وفي بعين لها أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا اضطرت وبشكل متزايد إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وحلفاء آخرين لمواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا وأكد مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن وحلفاءها بتعطيل دعم روسيا بالأسلحة ويعد هذا الإجراء من قبل واشنطن هو الأحدث إلى جانب العديد من العقوبات التي استهدفت موسكو منذ بدء الأزمة الأوكرانية أدانت الخارجية الأمريكية الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للحبوب بأوكرانيا وقد حثت الخارجية الأمريكية روسيا على العودة الفورية لاتفاق الحبوب متهمة بوتين بأنه لا يهتم بالأمن الغذائي العالمي كما أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع الشركاء لتحديد الخيارات الممكنة من أجل عمل ممرات آمنة للحبوب الأوكرانية قالت الحكومة الأوكرانية أن سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا المطلة على البحر الأسود عبر ما وصفت كييف بأنه ممر مؤقت جديد لسفن تجارية من وإلى الموانئ التي تحاصرها روسيا وتحمل السفينة شحنة تزيد عن 30 ألف طن وذلك من الحبوب في 2114 حاوية متجهة إلى ميناء إسطنبول في تركيا كشفت سلطة ميناء كونستانتا الروماني المطل على البحر الأسود أن أوكرانيا شحنت ثمانية ملايين ومئة ألف طن حبوب عبر الميناء في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بسبعة ملايين ونصف المليون في نهاية شهر يونيو وقال مسؤول بالحكومة الأوكرانية إنها بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي ويعد نهر الدنوب هو آخر ممر مائي متاح لأوكرانيا لتصدير الحبوب بعد توقف الشحن من موانئ البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في منتصف شهر يوليو الماضي يبحث وزير الدفاع الصيني لي تشانك فو مع نظيره في بيلاروسيا التعاون الدفاعية في زيارة تستمر ثلاثة أيام هذا ومن المقرر أن يجري المسؤول الصيني جولة تفقدية لعدد من المنشآت العسكرية للقوات في بيلاروسيا ستكون زيارة لي تشانك فو إلى بيلاروسيا أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاع صيني إلى بيلاروسيا على مدى السنوات الخمس الماضية تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كمين المشترك لقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم بمحافظة مطروح هذا وقد أجرى الرئيس المصري جولة تفقدية بمدينة السلوم والتقى بالأهالي هناك في استقبال شعبي هذا وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعمل منذ ثماني سنوات على امتداد الدولة حيث لا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية في إطار رؤية الدولة 2030 وقد أكد أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني ضمن جولة التفقدية بمحافظة مطروح أكد أن ما تعيشوه البلاد من ظروف حالية يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية أنا سعيد بلقائكم وطبعا بما أن أنا موجود معاكم هنا برضو عايزين تتطمنوا على الحال في مصر عايز أقول لكم على حاجة إحنا بقلنا حوالي ثمان سنين بنشتغل على امتداد الدولة المصرية وما فيش مكان في مصر لم تصل إليه إيد التطوير والتنمية على امتداد من أول أسوال لغاية إسكندرية لغاية حدودنا معه لغاية السلوم ما فيش مكان في مصر اللي ما فيه شغل بيتعمل لصالح أهلنا مواطني مصري يعني بالكامل طيب وإحنا شغالين في ده كان فيه خطة شغالين بيها وفيه رؤية للدولة تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها خلال عشرة لغاية 2030 كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دولة المصرية تحاول التقليل من أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال برامج تستهدف تخفيف حدتها وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية حريصة على عدم تعرض المواطنين لأي أزمات فبقول أننا كدولة خلال العشر سنين اللي فاتت كنا حرصين على أننا لا نغامر بالناس في أي حاجة يكون لها مردود مش جيدة على مصر لكن الأزمتين دول اللي هو كورونا والأزمة الروسية إحنا ما عملناهمش لكن إحنا بنتأثر بيهم طب التحدي بتاعهم والماء والظارف الاقتصاد الصعب كتحدي هينتهي لازم لازم مش عشان أنا موجود لا هو ده حكمة ربنا في الدنيا بين آدم والمجتمع والعالم يقابل تحديات وبالجهد وبالتخطيط وبالإرادة يتجاوز التحدي ويقابل تحدي تاني ويتجاوزه أو أو يبقى يقدر أنه هو يتغلب عليه إذن إحنا في صراع مع مع ظرفنا والظرف الاقتصادي تحدي وإحنا مصرين مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى في سياق آخر أعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية وأضف أنه ستقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية وأشار إلى أن المخرجات التي تلقاها تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك لاستجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار وتكليفه للجهات المعنية بالدولة لدراسة هذه المخرجات وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية وقد ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهودا مبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار وذلك للتوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة مصر وشعبها أكدت الولايات المتحدة أنها تتحرك على المصاري الدبلوماسي لحل الأزمة في السودان ودعا البيت الأبيض الأطراف في السودان إلى وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المواطنين وفتح ممرات آمنة للجرح والمصابين وإنقاذ القطاع الصحي من حالة الانهيار التي أصابته منذ بدء الاشتباكات وتنفيذ إرادة الشعب أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وأكد مراسلنا أن هذه الاشتباكات حدثت في منطقة في وسط أم درمان وأشار أيضا إلى استمرار تحليق تيران الاستطلاع الحربي في مدن الخرطوم الثلاثة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة آخر المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد وخلال الاجتماع أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ أن سوء الأوضاع الاقتصادية يفتح الباب أمام تصاعد حدة التطرف باليمن دعيا إلى استكمال العملية السياسية والمصالحة بين الأطراف اليمنية العملية السياسية ستعطي منصة لتعددية من اليمنيين من أنحاء البلاد للمناقشة معا المستقبل ولتحديده معا وهذا سيمهد الطريق للمصالحة وجهود معالجة التظلمات وإن تكثف أصوات المجتمع المدني والنساء والشباب حول هذه التحديات المتعلقة بالمصالحة والتظلمات والظلم تؤكد على أهمية مشاركة طائفة واسعة من المينا في العملية السياسية كما أعرب المبعوث الأممي لليمن هانس جرودنبرغ عن قلقه من ازدياد أنشطة المتطرفين في الفترة الأخيرة بمحافظتي أبي وشبع وقد أشار أيضا جرودنبرغ إلى أن إزالة النفط من خزان صافر إلى ناقلة بديلة منع وقوع كارثة إنسانية وبئية محققة قدم المحرز مؤخرا حول ناقلة نفط صافر أظهر كيف يمكن للتعاون الدولي ومتعد الأطراف أن يؤدي إلى نتائج ملموسة وإن إزالة النفط من الناقلة إلى سفينة أخرى جديدة منع وقوع كارثة إنسانية وبئية من جانبها أكدت أدم سورنو مديرة قسم العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أن اليمن بحاجة إلى تمويل لسد الحاجات الإنسانية بقيمة 22 مليار دولار وقد دعت مديرة العمليات المجتمع الدولي بالتعاون من أجل توفير الدعم مشيدة بالإفراج عن بعض موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا محتجزين في اليمن منذ عدة أشهر ومن أجل ذلك فإن المتحدة بحاجة إلى سد فجوة التمويل بقيمة 22 مليون دولار وأشجع المجتمع الدولي على مساعدتنا من أجل الانتهاء من هذا العمل الهام وفي أخبار صار أخرى فإننا أخيرا رأينا إطلاق صراح خمسة موظفين من الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي اختطفوا في محافظة أبيان منذ ثمانية عشر شهر وزملائنا يحصلون على الدعم وإننا ممتنون لكل الدول العضاء والمتعاونين الآخرين الذين يشاركوا في هذه الجهود هذا وقالت الأمم المتحدة إنها عرضت وساطتها على طرفي النزاع في اليمن من أجل التوصل إلى اتفاق لبيع النفط الخام المسحوب من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة أكد منصق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي أن النفط الذي تم سحبه بحالة جيدة جدا مشيرا إلى أن عملية نقل النفط من الناقلة هي خطوة مهمة وتولد أملا بإمكانية تسريع جهود السلام في اليمن مؤكدا أن ارتياحا كبيرا قد عم أوساط جميع اليمنيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم بعد عملية نقل النفط بنجاح أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ستين مهاجرا وهم في عداد القتل وذلك إثر غرق قاربهم قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر بعدما أبحر من السنغال في مطلع شهر يوليو الماضي وقالت المتحدثة باسم المنظمة إن 63 شخصا يعتقد أنهم قد لقوا حتفهم فيما تم أيضا أول أمس إنقاذوا 38 مهاجرا كانوا على متن قارب من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمى روما بين 12 و 16 عاما النشرة مستمرة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل واشنطن تؤكد أن القمة المقبلة بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية تمهد لتعاون سلاثي طويل الأمد أهلا بكم أكدت المنصقة الخاصة للبيت الأبيض لمنطقتين المحيط الهادئ والهندي كورت كامبل أن القمة المقبلة لزعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستشهد مجموعة كبيرة من المبادرات التي تسعى لتحقيق الأمن والتقدم للحلفاء الثلاثة وأشارت كامبل إلى أن القمة المزمع عقدها في كامب ديفيد الجمعة القادمة ستشهد تعامنا ثلاثيا طويل الأمد سيعمل على تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها أمن الدول الثلاث وعلى رأسها تبادل المعلومات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجاربها الصاروخية ومن جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن سوف يصدي في رئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا وأيضا رئيس كوريا الجنوبية يون ساك يول وذلك في كامب ديفيد الجمعة المقبلة وأكد بلينكين أن القمة ستمهد لحقبة جديدة من التعاون بين واشنطن وتوكيو والسول يوم الجمعة سيصطدف الرئيس بايدن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية مون في كامب ديفيد للاحتفال بما نعتقد أنه حقبة جديدة في التعاون الثلاثي بين بلادنا لقد تحدثت للتو مع نظيري في اليابان وكوريا الجنوبية وسيواصلان التحضير لاجتماع القمة يوم الجمعة قال وزير الدفاع الصيني لي شانك فو قال إن الصين مستعدة لتعزيز ثقل استراتيجية المتبادلة في الأمن العسكري والتعاون على جبهة متعددة مع قوات العسكرية للدول الأخرى وذلك لتعزيز حماية الأمن العالمي وأضاف أن اللعب بالنار في قضية تايوان وأيضا محاولة التحكم في الصين عبثا عبر تايوان هو محكوم عليه بالفشل وطالب واشنطن بالالتزام بمبدأ صين واحدة ووقف أي أشكال من أشكال التعامل الرسمي مع تايبي اعترف أوليك ديري باسكا رجل الأعمال الروسي والعميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأنه كان يعمل لدى الأوليجرارشية الروسية هيكل السلطة في البلاد بينما كان خاضعا لعقوبات أمريكية وقد أقرع العميل بالذنب في إحدى محاكم نيويورك في مقابل إسقاط المدعين لتهمات أخرى كانت موجهة إليه أعلم أنني عقبت فقط لأنني رجل أعمال روسي ولا يوجد تفسير منطقي آخر وأمل أن أرى ما سيقدمونه في المحكمة عندما يحتاجون إلى تقديم إجاباتهم أنت تتظاهر حقا أن رئيسنا سوف ينحني لأي ظرف من الظروف إنه أمر مستحيل إنه خطأ ارتكبته الولايات المتحدة باتخاذ المدنيين الروس كرهاء للضغط على روسيا أمرت السلطات الإسبانية بإخلاء أربع قرن في جزيرة تيناريفي بالكناري بعد اندلاع حريق هائل في المتنزه الطبعي المحيط ببركان جابالي تيد كان الحريق قد اندلع ثلاثاء بمنطقة غابات في وديان شديدة الانحدار بالجزء الشمالي الشرقي من تيناريفي مما جعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة هذا وقد دمر الحريق حتى صباح اليوم نحو ثلاثمائة وعشين فدانا بالقرب من بركان جابالي تيد أعلى قمة في إسبانيا أعلنت سلطات مدينة ييلو نايف الكندية حالة الطوارئ إثر اندلاع الحرائق في غابات الإقليم الشمالية الغربية مما أكبر المئات على ترك منازلهم وقد وفقت الحكومة الكندية على المساعدة الفيدرالية لمكافحة حرائق الغابات كما نشرت قوات مسلحة مساهمة في جهود مكافحة الحرائق بالمنطقة أظهرت لقطات مصورة الحرائق غابات مشتعلة على مساحة كبيرة على جبل في جزر الكنار الإسبانية كانت وكلة الأرصاد الجوية حذرت من زيادة كبيرة في درجة الحرارة بالمنطقة بسبب كتلة هوائية من أصل قري استوائي كان حريق هائل بدأ الخامس عشر من يوليو في لابالما أدى إلى إجلاء ما لا يقل عن أربعة ألاف شخص من قرى مجاورة حيث سيطر رجال الإطفاء عليها بحلول نهاية الشهر قالت شركة أوبين أي آي مطورة برنامج تشات جي بي تي إنه يمكن أن يحسن الذكاء الاصطناعي من أداء شركات التواصل الاجتماعي وذلك بترشيد الوقت الذي يستغرقه التعامل مع بعض المهام الصعبة وقالت الشركة إن نموذجها من برنامج الذكاء الاصطناعي جي بي تي فور الأحدث يمكن أن يخفض من مدة الإشراف على المحتوى من شهور إلى بداية ساعات مع ضمان تصنيف أكثر اتساقا للمحتوى في الاقتصاد قال بانك أيرلندا إنه قام بإصلاح المشكلات الفنية التي سمحت لبعض العملاء بسحب أو تحويل أموال أكبر من الموجودة في حساباتهم وقد تقدم عملاء بشكاوى بنك أيرلندا من أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت ورفضت بطاقاتهم المصرفية للدفع ولم يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من رفع الفائدة سوف يكون ضروريا ما لم تتغير الظروف الاقتصادية جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع شهر يوليو الماضي والذي أصفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسة وكشف محضر الاجتماع عن قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفيدرالية من أن التضخم لا يزال بعيدا عن المستهدف أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير وقد تراجعت مخزونات النفط الخام 5 ملايين برميل وتسعمائة وستين ألف برميل إلى أربعمائة وتسعة وثلاثين مليون وسبعمائة ألف برميل وقد هبطت مخزونات البنزين 261 ألف برميل إلى 216 مليون ومائتي ألف برميل طلبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية برفع فوري للرسوم الجمركية المفروضة على وردات الصلب والألومينيوم الصينية وقد جاءت تعليقات الوزارة ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية وخلصت اللجنة إلى أن الصين تفرض رسوما إضافي على بعض الواردات الأمريكية وقالت الوزارة أن السبب الأساسي يكمن في السلوك الأحادي والحماي للجانب الأمريكي هو ما يدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مصالحها صاعد الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية في برسة موسكو بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة وقد تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.24 روبل إلى 95.85 روبل كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.33 روبل إلى 104.68 روبل تدفع السفن التجارية رسوم تأمين باهضة للوصول إلى المعانئة اليمنية نتيجة للحرب الدائرة في البلاد والسهداف الحوسيين لحركة الملاحة هذا وتتحرك الحكومة اليمنية لخفض التكلفة التأمينية على الموانئ المحررة عبر وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية بلندن المزيد نتابع في هذا التقرير من مراسلنا في عدن هنا ميناء عدن الميناء الأكبر والأهم في اليمن وهذه السفن الآتية إليه بشكل يومي لا تزال تدفع كلفة باهضة على تأمين وصولها للميناء منذ بداية الحرب والكلفة التي يدفعها المستوردون مضافة إلى قيمة السلع والمواد القذائية أمر له تداعياته على المستويين الاقتصادي والإنساني 16 ضعف ما بين العادي وبعد التأمين الآن ينقفض الرسوم الشحن وهذا بيقلل من تكلفة البضاعة بمعنى بيكون مردود على المواطنة لأن التكاليف الآن الباخل مثلا الحاوي اللي تروح لأعمان مثلا بـ 1500 أو 2000 دولار نحن نرفع فيها 9000 دولار وتخيل 9000 هذه التضاف لتكلفة البضاعة تحركات حثيثة تقودها وزارة النقل اليمنية بعد خسائر تتكبدها بواقع 250 مليون دولار سنويا ما دفعها لتوقيع اتتاق مع الأمم المتحدة تفضي إلى وضع وديعة تأمينية بمبلغ 50 مليون دولار لتخفيف الرسوم مخاطر الحرب على السفن القادمة لموانئها هذا سيساعد ميناء على قذب الحطوط الملاحية العالمية وأيضا السفن التجارية هذا سيخفض التأمين لأنه الآن حاليا هو تأمين مخاطر حرب مرتفع جدا وهذا سينعكس على تكاليف الشحن وسينعكس على السلع والخدمات والبضاء للمجتمع اتفاق ينتظر تنفيذه مطلع شهر سبتمبر المقبل في ثطوة نحو التعافي الاقتصادي وإنهاء معاناة عمرها بعمر الحرب في اليمن تبانية وعوام من ارتفاع الكلفة التأمينية على السفن القادمة إلى ميناء عدن وغيره من الموانئ اليمنية كلفة ألقت بضوالها في تعقيد أسوأ أزمة أسانية في العالم والأنظار تتجه اليوم إلى التفاهمات المعلنة بين وزارة النقل ومنظمة الأمم المتحدة ليعود لهذا الشريان الحيوي دوره المساهم في إنقاذ بلد منهك اقتصاديا وشعب طحنة الأزمات من عدن ياد الموسمي القهرة الإخبارية أعلنت الحكومة المصرية أن إحدى كبريات الشركات الروسية المتخصصة في صناعة حديد التسليح تخطط للتوسع بالسوق المصرية وبحث وزير التجارة والصناعة المصرية أحمد سمير مع وفد شركة نافيستال أم الروسية خطط الشركة الاستثمارية التي تستهدف توفير المعادل المشروعات المصرية والتصدير أيضا للخارج وتمتلك الشركة مصنعين في روسيا وتوجه نحو 90% من منتجاتها للتصدير ويبلغ إنتاج الشركة من حديد التسليح نحو 82 مليون طن سنويا وتصدر إلى 60 دولة قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي وذكر أن إجراءات البنك تستهدف إنهاء تهريب العملة وأن البنك يواجه معرقة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة ومن أخبار الرياضة بلغت إنجلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بالفوز على أستراليا ثلاثة واحد صاحبة الضيافة لتضرب موعدا مع إسبانيا في نهاي أوروبي خالص وأكثر من 75 ألف متفرج وضعت إيلاتون إنجلترا في المقدمة وأدركت سام كير قائدة أستراليا هدف التعادل وأعادت لورين هيمب التقدم مجاددا لإنجلترا وذلك قبل أن تحسم إليسا روسو النتيجة بالهدف الثالث لتبلغ إنجلترا بطلة أوروبا النهائية المقرر إقامته يوم الأحد المقبل وعاقب نهاية مباراة إنجلترا وأستراليا في نصف نهائي مونديال السيدات احتفلت جماهير إنجلترا بتأهل منتخب بلادها للمرة الأولى إلى المباراة النهائية ضد منتخب إسبانيا هذا وتوجت إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا لسيدات للمرة الأولى في تاريخها في يوليو من العام الماضي على حساب منتخب ألمانيا البطل ثمانية مرات أعلن الهلال السعودي التعاقد رسميا مع البرازلين إيمار من باريس سانجرما وذكر تقرير إعلامية أن نيمار سينضم للزعيم السعودي لمدة موسمين مقابل راتب سنوي يصل إلى 160 مليون يورو ويحصل سانجرما على 100 مليون يورو هذا وشرك اللاعب البرازلي مع الفريق الباريسي على مدار ستة مواسم في إيمالي 173 مباراة مسجلا 118 هدفا كما توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع نادي إشبيلية للتعاقد مع حارس المرمة المغربية سين بونو في فترة الانتقالات الحالية ويقضي الاتفاق بانتقال الحارس الدولي للدوري السعودي مقابل 19 مليون يورو وتصل إلى إجمالي 21 مليون يورو بالمتغيرات وتشير تقارير صحفية السعودية إلى أن مدة التعاقد الهلال مع ياسين بونو صاحب الـ 32 عاما تصل إلى ثلاث سنوات وقد يعلن النادي الملقب بالزعيم الصفقة رسميا الليلة دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني أليكزاندر تيسيفرين إلى استئصال سرطان الشغب من عالم الكرة المستديرة ذلك بعد مقتل مشجع يوناني الأسبوع الماضي وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني أقيم في العاصمة أثناء إن مشكلة العنف والشغب ليست يونانية فقط وأكد أن المشكلة أوروبية من جانبه دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى المراجعة الشاملة لسياسات مكافحة العنف الرياضي وأسند إلى شرطة المسئولية للتفتيش الدقيق عند الدخول في بوابات الملاعب وبأخبار الرياضة مشاهدين تنتهي هذه النشرة التي قدمناها إلى حضرتكم من القاهرة الإخبارية والآن إلى أبرز العنوين البيت الأبيض يطالب المجلس الانتقالية في النيجر بإطلاق صراح الرئيس محمد بزوم وأسرته روسيا تؤكد أن الدول الغربية غير مهتمة بالتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا الرئيس المصري يؤكد أن الدولة تحاول تقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين مشاهدين المزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية القاهرة نيوز دوت نات يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلف في فيسبوك تويتر، إنستجرام، يوتيوب يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فاشتكل كما يمكنكم مشاهدين تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على شاشة أمام حضراتكم دوما نشكر لحضراتكم حسنا للمتابعة ابقوا في أمان الله في القتام تقبلوا تحيات أميمة تمام وتحية محادثكم ياسر وجدي في أمان الله اشتركوا في القناة